خلونا نبدأ في الأول بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نقول بالنسبة لحبيبي من برج الأسد واللي كانت أمورهم متوترة جداً للفترة اللي فاتت كان رؤساهم غير راضين عنهم أو كانوا متهدونهم بشكل من الأشكال في العمل كنت تعبان جداً ومتكادفة عليك كل الأسباب علشان تخليك تزعل وتدايق يا برج الأسد ولكنك كنت صامت حتى النهاية كنت بتحاول أن انت تفضل ماشي في سكتك مفيش حاجة أبداً تلخبطك ولا تبرجلك كنت بتشتغل بمنتهى الجدية كنت بتشتغل وبتكتهد وما كنتش بتهتم الكلام المحطين أي نعم كان بيديقك أي نعم كان فيه أوقات من الوقت بتقف مع نفسك وتقول ليه ليه لأن فيه أطراف خارجية كانت بتحاول أن هي تهز صورتك وتنزعك من على عرشك في الشغل كمان بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين كان فيه تدخل كتير من العائلات في حياتكم وحياة أزوجكم كمان المحبين كان فيه تدخلات كتيرة كان فيه ناس كتيرة حطة عنيها وحطة منخيرها وحطة إدها في حياتك يا برج الأسد وده كان مسبب لك مديقة جداً أحب أقول لك اتطمن خلاص كل ديه متشالت الكل هيرضى عنك نظامك هيمشي حاله ورؤسائك هيرضى عنك الكبار في العائلات هيرضى عنك وهتبقى فيه خيرات كتير طيب بالنسبة للحبيب اللي بعد بقاله فترة ومختفي وعامل بلوكات أو مش عامل بس هو مختفي انتو تعبانين جداً قاعدين تفكروا يا ترى هو فين هو تعبان زيكم بالزبط وبيفكر فيكم بكل ما قطي بيفكر ان هو يرجع لكم في كل لحظة مئة مرة ولكن ما عندوش الشجاعة الكافية ان هو يرجع ويقدم على هذه الخطوة بيرقبكم من بعيد بيبص عليكم بيشوف افعالكم بيشوف بتكلموا مين بيشوف بيتقولوا ايه بيشوف ردود افعالكم بيشوف يا ترى انتو وصلين لي فينا عرفتو حبيب تانى ولا لسه بيرقبكم وفي كل سكناتكم وفي كل حركاتكم يعني لدرجة في معظمكم او بعضكم بيلاقي الحبيب ماشي من الشرع اللي قدامه او الزوج طب وانت قال لي جايبك هنا هو بيلف حواليكم في كل مكان وفي كل ابتجاه مش مرتاح مش متطمن خايف ان انتو تروحوا من ايديك هو ده اللي قادر يعمله انما ان هو ياخد خطوة ايجابية وييجي ويدخل في الموضوع ويقول نصطلح او نرجع لبعض لسه ما عندوش الجراءة الكافية ولكن هو على هبة الاستعداد ان شاء الله وفي اقرب وقت يكون مصطلح معاكم هنقول برضو بالنسبة لحبايبي من مرج الاسد فيه برضو منكم كانوا تعرضوا الاعمال سحرية شريرة بعدتكو عما عن اللي انتو بتحبوهم كان فيه ناس بتحاول ان هي تتدخل علشان خاطر تسرقكم كمان ماديا يعني فيه ناس كان عاملين عنكم سحر عاملين ليكم سحر معلش عاملين ليكم سحر او شخص كمان انتو رحتول علشان تتعالجهم فهو عامل لكم سحر علشان كل شوية تيجوا وتصرفوا فلوسكم عنده كل شوية تبعدوا ومترجعوا تقربوا وتاخدوا فلوسكم في الدهار انسان مبتز الى ابعد الدرجات ما كانش بيعالج باي وسيلة من الطرق ولذلك ما حصلش اي تحسن ولا حصل اي رجوع ليكم مع الاحباب او الزوب لان هو ما بيعالجش هو بيعمل اصحار فهو بيستدر فلوسكم كل ما تروحهم ياخد منكم فلوس وهنعالج وهنصلح وهنزبط وهنبعملش كده ابدا غير انه كل شوية ياخد منكم فلوس تاني وتالت لدرجة ان فيه معظمكم او عدد منكم فكروا في السفر فكروا في الهجرة علشان خطر هم مش قادرين يحصلوا على محبينهم فخلاص احنا هنبعد احنا مش لقين حل احنا الاسحار ده ما بتخلاص احنا الحسد ده ما بخلاص احنا الناس دايما بصلنا احنا تعبنا اجهدنا كل ده كان صعب جدا 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 عليكم يا برج الاسد ربنا ان شاء الله هيبعت لكم فرج وهنعمل قراءة مخصوص دلوقتي على المنفصلين واللي عندهم صحيح النظام بتاعهم ايه والحالة هتخلص امتى خلينا نشوف برضو مجال العمل والمال والصحة بالنسبة للعمل فان شاء الله ليكم استقرار منقطع النظير فيه استراحة وقعدة ووقفة مع النفس كده وان انتو تاخدوا نفس كده وتقولوا يا احنا تعبنا كتير بس خلاص ان شاء الله الراحة جاية بلا اكتفاق تمام بالنسبة للمال فالمال جاي من الباب والشباك ومن فوق الارض ومن تحت الارض ومن كل حتة اي مكان ممكن ان يدخلكم انه فلوس هيدخل ان شاء الله اي فلوس انتو منتظرينها وكانت متأخرة هتيجي فيه سيطرة كاملة وتم في هذا الوقت من السنة لبرج الاسد فهو اصلا كل الحزوز معاكم الطالع والشمسي والقمري ماشي والزهرة كل ده معاكم يا برج الاسد فما تقلقوش وما تتوتروش ان شاء الله كلكم خير وكلكم سعادة بالنسبة للصحة فان شاء الله فيه تحسن كبير واللي كانوا بيعانوا منكم من وعقة صحية هيروقوا ويقوموا بالسلامة كمان لو في حد من اسرتكم تعبان او مريض او متكترة عليه الامراض والالام هيكون له شفاء ان شاء الله خلينا دلوقتي نتكلم على المنفصلين واللي اتعرضوا لسحر علشان الانفصال امتى وازاي والحد فين ومع مين هيكون الحل والرجوع هيكون شكله ايه خلينا نقول امتى فهو في خلال من خمس اسابيع ليه خمس شهور هيكون فيه شفاء تام من السحر وفيه رجوع تام ان شاء الله للحبيب لان هيكون فيه شفاء تام طيب ازاي ازاي بانكم هتتعرضوا لشخص بيعرف ربنا بيتقى الله شخص مؤتمن هيعمل لكم العلاج ومش هياخد منكم اي مقابل مالي طبعا انا معرفش حاجة عن الاشخاص اللي بيعالجهم ومعرفش حد بعينه علشان الناس اللي بتدخللي عالقاص تقول لي رشحيلي حد يعالجني او انت عالجيني من قال لا اعلم فقد افتا انا ملياش في السكة دي تمام ازاي او لحد امتى هتفضلوا كده زي ما احنا قلنا في خلال خمس اسابيع اللي خمس شهور ان شاء الله يكون الشفاء تام ويكون الحبيب رجع ان شاء الله مين اللي كان عامل الاسحار اللي عامل الاسحار ديت حد من طرف حد مقرب ليكم جدا وللاسف هو كان قاصد السلامة ما كانش قاصد ان يعمل شر ولكنه عمل شر بغير علم تمام هتتحل ازاي هتتحل زي ما احنا قلنا بعلاق قرآني ان شاء الله هيكشف كل حاجة وهيكون طويل الامد بس هيعالج ما ينفعش رسابه كده ما ينفعش رسابه تعبانين هتدفعوا فلوس لا ما انتوش هتدفعوا في فلوس هيكون في عدالة وهيكون في رجوع وهيكون في صلح وهيكون في مصلحة وهيكون في اعاد مع كبرات العيلتين هيكون في اعاد مع الحبيب ومعرفة سبل الرجوع مع بعض ازاي هيكون ليكم في مصادر كتيرة ان شاء الله للرجوع اختاروا اسهل الطرق واقصارها علشان ترجعوا البعض في اسرع ما يكون وان شاء الله هيكون كل الخير وكل السعادة ليكم خلينا نتكلم بقى بالنسبة للمرتبطين والمتزوجين هنقول قرائتهم العطفية بتقول ايه؟ قرائتكم العطفية بتقول قللوا من المشاكل قللوا من الخناءات قللوا من الخلافات ما تخلوش حد يدخل بينكم ما تخلوش حد يتوسط ما بينكم للصلح لو حصل مشكلة حلوها بينكم وبين بعض ما تخرجوش الامور برا فيه ليكم تحسين في الاوضاع الزوجية فيه عندكم حياة زوجية سعيدة ومستقرة فيه عندكم رحلة قريب لمكان هتغيروا في جو هيكون خروجة الهنى والسعد ان شاء الله عايزين نقول اللي حاسة او حاسس من الزوجة او الشريكة او الحبيبة بتغير وحاسين ان ممكن تكون بتخون او بيخون او هيسمني او بيعرف علي او بتعرف علي وهتظهر كل دي مجرد شكوك ان شاء الله ما فيش منها حاجة ابدا حقيقية قللوا الشكوك شوية وان شاء الله ربنا هيبعث لكم كل الخير القراءة دي كانت للمرتبطين والمتزوجين تمام الوقتي هنشوف بقى بالنسبة للمتاخرين الزواج والعزاب سبحان الله اوقات كتيرة ببقى بقول حاجة تطلع حاجة تانية سبحان الله هو بنا مش مترتبة فخلينا نقول بالنسبة للعزاب ومتاخرين الزواج ان شاء الله في فرص كبيرة اولا للتحسن المالي ثانيا للخروج والفسح ثالثا علشان معرفة حبيب خلي بالكم ان الحبيب اللي هيجيلكو هيكون خارج لسه من علاقة تانية فشلة وحشة وهيكون عايز تطبيب كتير وعايز حد يداوج روحه وعايز يتعرف على حد يساعده او انتو عندكم امكانية ديت والحبيب جالكم بالموصفات دي اعرفوا ان يفي الخير ان شاء الله لان هو تعب في علاقة قبل كده ومهوش هيقرر الاخطاء وهو ما هواش كان هو الظالم لهو كان مظلوم فهو محتاج مدوية وتطبيب لجراحه ان شاء الله ليكم كل الفرح وكل الانتظار اللي انتو انتظرتوه ربنا هيعوضكم بكل خير هتلاقوا الخير في ايام كل جاية ان شاء الله وهتلاقوا السعادة بتمنى لكم كل الخير بتمنى ان انتو ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة اتركوا في رعاية الله وامنه اتركوا في القناة 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 شكرا